اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجا زراعيا متنوعا يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبئة كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز انتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز الساعة التخزينية الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة